الخبر اولي عدا عن نورمار وباريش دادا swims قمت بمكان معين وفجأة من هذا المكان يصل dijo باريش دادا هذا يعني نورمار من بد ان 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 انراني legendar وفي الفيديو اي 3 غاهب نورمار ويعيدة كانوا نوعا عالمسرح قاعدين يحشون على المايك ويشيم وباريشان قاعدين ديباعون عليهم من هما قاعدين على الكراسي مثلما شافين يا حبايب هذي اللقطات لحتبين عدكم انو باريش ويشيم هما كان ديباعون على النورمارو عايدة باخرش يا حبايب نورمارو باريش حضناه بعض رحطيكم الفيديو شوفوه من دون ساطي سفق فينا نورمارو باريش أهلاعالم طبعا الواضح شوية بالبدأة أنهم وممكنش عجبهم الصلح ولكن أكيدوا هي الأيام رح الصلحهم بشكل أكبر وطبعوث ما تعرفون يا حباب نو باريش دادة حاليا نصور ويها يا رمار يعني هذي ممكن أنه يخلي يا رمار تصالح ويها نورمار بما إنه هو صالح ويها باريش فممكن ان نورمار تصالح ويها يا رمار ويمكن ان هي ترجاع فريق واحد فريق نورمار فاكتنا يا حباب بالكومنتاج شركب هذا الخمار و ارجعتنا انت فرحتوا برجوع باريش و الورمار ندغل حاليا القمر مار و مرتضاء اركان و ها صارت مشكلة بيناتهم فالخصة كلها بدأت يا حبايب لما مرتضاء اركان نزلت سؤال و اللي هو شنو رأيك بقمر مار فورد على هذا السؤال يا حبايب انو مزاجية و اختلافية ما اعرف بالضبط و نصد ان هي شوية تغير مزاجية و شوية فرحان و زعلانة فشوية متابعة صار يشكون ان اكو خلاف بيناتهم فسؤلوا اذا اكو خلاف بيناو بالقمر فورد على هذا الموضع يا حبايب هذا السوري كاتب لا امامة هاو شين بالعكس قمر حبابه و ورده فتتوقع ان يا حبايب صار بيناتهم مشكلة معينة مادر اكتبونها بالكومنتات و حاليا ناريني بيوتي و هل هي تحجبت فناريني حبايب نزلت هذا السوري على حسابها الوحدة من الاشخاص كانت تقلص صورة ناريني بيوتي او المكياج مع الناريني بيوتي و صراحة طالعة كلش تشبهها بالحجاب فاكتبونها بالكومنتات هل تشوفوا الناريني بيوتي بالحجاب ممكن تطلع حلوة او لا اكتبونها بالكومنتات رأيكم و انا صرت الصلح يا حبايب بما حلقتنا عن الصلح فحاليا احمد ابوروب و برهوم مع راوي ممكن استربياتهم صلح فبرهوم يا حبايب نزل هذا المقطع اللي كان دايئة من خلال انه راح يسافر الدبي وبهذا المقطع يا حبايب برهوم كتاب له الله يوفقك برهوم و برهوم حطلق قلب فهذا توقعون ممكن يتصالحون يا حبايب وهو مبادر الصلح طبعا ان شاء الله يا رب انه ما يتصالحون و يحل الخلاف اما بالاسم الشخص الثاني يا حبايب و اللي هو سيمو جيلوف فمثل ما تعرفون يا حبايب انه محمد كريم نزل اغنية من قبل كم يوم هذه الاغنية كانت اغنية حب الاميرة وبهذا الاغنية يا حبايب سيمو كتب التعليق نوعا ما غريب كانت بهذا التعليق هو احساس فول يا الله خلاني حن و اللي هي ممكن تقصد انه خلاعة حن الجيلوف فهذا توقعون يا حباب انه اغنية سيمو جديدة رح تكون اغنية حب الجيلوف او لا ما ادري ان شاء الله يا حرب يا رب يتصالحون يعني طبعا اكتملوا بالكومنتات شو رأيكم وبصلا يا حباب نوصات المقطع تمنصات جاوكم لسو تفجروا هذا المقطع بالأكات و بس جاناكم في هذه المقطعات من اكتر القصص مع السلامة